ألوالي الصالح يجعل ذهنه مشغولا كيف يصلح قومه كيف يرى فيهم الخير لا أن تكون مسؤوليته ومشيخته كيف استطاع أن يتغلب على مشايخ بني فلان وأصبح هو المصدر عند الناس وكيف أصبح الناس يأتون يتحاكمون إليه وما يذهبون إلى الشيخ فلان وكيف أصبح عنده أموال حتى بنى بيتا وحتى اشترى سيارة وحتى اشترى من السلاح كذا وكذا وحتى فعل وفعل وفعل لنفسه أو لأولاده الأعراس المكلفة وكذا وكذا فقط ينظر إلى المشيخ من هذه الناحية ما هذه مشيخة ولا زعامة نعم بل بعض المشايخ يبذل من ماله لإصلاح الناس نعم يبذل من ماله لإصلاح الناس وبعض المشايخ لو رأى قبيلتين متخاصمتين ما يسكت ما يقول دعني أستريح منهم أهل اثنين اشتقاتل بني فلان بني فلان أستريح منهم بل يذهب ويصلح فيما بينهم بعض المشايخ يكون الحرب قائمة بين قبيلتين يذهب إلى التي لها الحق ويجلس خارج القبيلة ما يدخل وينصب خيمته أو تحت شجرة ويأتون يا شيخ ادخل تفضل قال أبدا ما أدخل حتى تعطوني صلحا ويأتي وأكله معه معه الغنم معه الرز والدقيق والكذا ومع أن يطبخ له ويأبى أن يأكل عندهم حتى يعطوه صلحا إلى أن يحين إنجاز القضية اشريد يا شيخ قال أريد صلح سنة أريد صلح سنة يمشي الناس يرى الواحد قاتل أبي ما يعترضه أعطوا صلح سنة وكتب الورقات فضل يا شيخ قال شكرا السلام عليكم ومشعر دون أن يبحث عن أجرة لا من الفريق الثاني ولا أنه يعني يريد أن يكرم بكذا أو كذا هؤلاء هم الذين ينفع الله بهم ويجعل الله في ولايتهم البركة والخير فالرجل الصالح عينما كان رئيسا أو وزيرا أو محافظا أو ضابطا أو قائدا أو شيء قبيلة أو مدير مدرسة إلى الولاية الصغيرة أب أو أخ كبير أو غير ذلك هؤلاء يعني أمر كل واحد منهم أين هو من قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وموجود من هؤلاء المشايخ وموجود من الفريق الآخر فنسأل الله يصلح الجميع وأن يوفقهم مشايخ القبائل ينفع الله بهم كثيرا كم حقنوا من دماء وكم فضوا من مشاكل وخصومات وكم أرجعوا من حقوقا إلى أهلها ففيهم الخير الكثير لو احتسبوا ذلك عند الله لو احتسبوا ذلك عند الله نعم لا يظن الواحد منهم أن مجهوده قليل ربما يقول له البند قارح بين بني فلان وفلان يا مجرد اتصال هاتفي فلان وفلان يأتون ويأتي الكبار والصغار يوقف وجلس معهم وأنهى القضية اطرح هذا يا فلان اطرح هذا يا فلان اذهبوا معدكم يوم كذا وكل واحد رجع بيته وبعد ذلك الناس ينظروا في القضايا هكذا العقل الرشيد هؤلاء الذين ينفع الله بهم وتحقنوا بهم الدماء وترجعوا بهم الحقوق إلى أهلها وتحصنوا بهم الفروج وتحفظوا بهم الأسر إلى غير ذلك ففيهم الخير الكثير يحتسبوا ذلك عند الله جل وعلا نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر